موسيقى 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 لا أنا كنت في الأول بستورد حمام حاجات ليه خاصة يعني وبعدين لقيت أن التكلفة كانت بتبقى زيادة عليها فابتدنا ندخل للإخوة المربين ونتجمع كلنا مع بعض وبندخل كلنا مع بعض جروب يعني وبنبتدي بعد كده ناخد منها البيض ونخطه في الفقاسات وبعد كده نبتدي ننتج منها وساعات كمان بنعيد تصدرها كمان لخارج مصر تاني بفضل الله ايه الدول لحضرتك بوضل يعني حضرتها في الخطة أو بتدقت دي انت تصدقوا لها بدأنا نصدر لغزة بدأنا نصدر لليبيا للأردن للكويت للعراق الدول العربية الشقيقة كلها يعني بنصدر الله بفضل الله طيب حضرتك دلوقتي كنت قلتنا أن فيه أربع سلالات كانوا موجودين السنة اللي فاتت والسنة دي إن شاء الله يعني إن شاء الله بقوا تمانية ايه هما الأربع وحسب الأهمية حسب الأهمية بالنسبة للانتشار بالنسبة لمويزات هما بالنسبة للأربع أنواع هما كانوا الأربع مهمين لأنه هما كانت السلالة اللي كانت موجودة في مصر كانت ضعيفة جدا فاحنا بتدينا نجيب سلالة قوية الجناب بتاعتها كويسة مش ملعوب فيها فابتدينا دخلناها السوق المصري هنا وبتدينا ننتج منها ونعيد تصدرها تاني اول حاجة عندنا الكوشامو ده ما كانش موجود خلص في مصر بفضل الله احنا اللي دخلناه السنة دي السنة اللي فاتت ما كانش موجود خلص في مصر احنا اول ناس ندخلو وفي عندنا بوحلق برضو بفضل الله احنا برضو اللي دخلناه مصر برضو ما كانش موجود الاسبرايت كان موجود بس بقلة جدا بدأنا نحن دخلنا ألوان جديدة والسرامة السرامة برضو كانت موجودة مستويات ضعيفة الحمد لله دخلنا مستويات أقوى من اللي كانت موجودة بفضل الله عاوز برضو حضرتك يعني المشاهدين والهواة واللي عاوز ربي بيسأل تمالي على نقطة السعر يعني السعر كام أو دوليا أسعارها إيه هل في متناول الموبي أو العميل البسيط ولا أسعار مبالغ فيها لأننا عرف طبعا أن فيه أنواع يمكن الدجاج الأسود بيوصل لسعر عالي جدا والبيضة بتاعته أسعارها غالية لكن بالنسبة لأنواع اللي حالك قلتها يعني متوسط السعرها هي متوسط السعر طبعا كان السعر غالي علينا لأننا كانت تكلفة الشحن كانت غالية جدا فإحنا كنا مثلا نوع زي الكوشامور كنا مثلا بيبيع الجوز من 4,000 ل 5,000 جنيه إنما الإنتاج بنبيعه طبعا أهل يعني بنبيع مثلا الكتكوت في حدود 500 جنيه لألف جنيه حسب العمر حسب الفئة العمرية بتاعته بحيث أن نحاول نوصله للجميع المربيين في مصر يعني أبو حلق هكذا والصير ما هكذا كانوا نفس الأسعار تقريبا لأنهم كانوا نفس الشحن تقريبا أو التكلفة كانت واحدة تقريبا كن حضرتك من كبار المستوديين بتاع دجاج الزينة عاوزين بقعد نعرف نحضرتك إيه الصعوبات وإيه الحاجات السهلة وإيه الحاجات اللي بتقابلك أثناء الإصطراط وهل هي حاجة سهلة وممكن يخش فيه ولا لها معيوم محددة هي والله التكلفة تكلفة الشحن بس هي اللي كان مكلفة جدا لأن هنا فيه بندفع جمارك وبندفع بندفع رسوم وبندفع حاجات كتير قوي إنما بالنسبة للإصطراط هو ماشي الحمد لله الدولة كل سنة بتوفر لنا الإصطراط بفضل الله إنما هو بس التكلفة الشحن هي اللي غالية جدا وهو ده اللي بيخلي سعر طيور الزينة غالية الإجراءات والروتين بتاعها إزاي؟ إزاي بيتم الإجراءات؟ أنا كواحد عاوز أستود دلوقتي وأخب بلحضتك إيه إجراءات؟ أنا مجاود أن أنا بس أقول أن أعاوز أستود وأبعت إيميل للشركة بقيت بحتالي ولا لها إجراءات متابعة؟ لازم يكون عندك مزرعة ومرخصة وبناء عليه بتروح تقدم بتقدم طلب في الوزارة الوزارة بتبتدي بعد كده تنزلك لجنة وتعمل وتعمل حجر تنزلك الحجر الصحي ويشوفوا عندك المكان المكان يصلح ولا لا يصلح للإستراض والأبعاد واللقفاص والحاجات دي كلها مزبوط والإنشاءات اللي موجودة عليه واللقفاص مجهزة ولا غير مجهزة وبناء عليه بيدوكو التصريح بتاعك وتبتري تشتغل عليه عادي بعد ما بيدوكو التصريح حضرتك هل بتتواصل مع الشركات بوا؟ نتواصل مع الشركات خارج مصر هم بيوفروننا فيديوهات بنتفرج عليها المستوى ده ضعيف لا ما تبعتوش لا ده تبعتو وبنتفق على السعر وبناء عليه بيبتدوا هم يشحنوهم بيبقى ليك حدود معينة يعني مثلا عرف الإستراض مثلا كلاب مثلا غالبها بيبقى في صحبة راكب بيجيبوا في صحبة راكب كلب أو كلبين أو حاجة بسيطة حضرتك ليك حد أدنى وحد أقصى للإستراض العدد اللي بيبقى موجود في الفاتورة بتاعتك هو تعريبا اللي تقدر بس تستورده ما تدرش تزود عنه أو تقل عنه كناحية اقتصادية بقى ليك انت راجل مستورد دلوقتي أنت عشان خطر يجزي معاك بيبقى ليها حدود معينة مخصصا يعني المشروع لو أقل من 500 يبقى كده لا مش هيبقى مجزي لو مثلا المشروع وصل لألفة يبقى أقصى يعني ليك حدود معينة في الأعداد ولا ممكن تجيب خمسة ستة عشر والله هو حسب حسب إمكانياتي وحسب السيول اللي بتبقى ساعتها متوفرة إحنا بنبتري وانا عليه بنشتري وبنبتري بعد كده ندخل إنما أنت طبعا السعر هناك في أوروبا وكده مش غالي زي هنا في مصر لأن هما الجماعة هناك بينتجوا وإحنا بنشتري منهم فإحنا إن شاء الله بنتطلع أن إحنا بإذن الله أن إحنا بعد كده نصدل للدول دي بس بمجرد ما إحنا بندخل السلالة الحمد لله مصر هنا فيها غواي كويسين وناس بتفرخ كويس جدا وبيحافظوا على السلالات وبيبتدوا إن هما يطوروا فيها وبإذن الله أنا شايف بإذن الله أن الهواية في تقدم مش في تأخر يعني بفضل إحنا عاوزينها تبقى هواية وفي ناس الوقت استثماره يعني الاستثمار ده وقت في مصر والتشجيع على الاستثمار أهم من هواية لو هواية من غير استثماره لأن هي فعلا الهواية دي مكلفة جدا يعنيها بنصرف أدوية وبنصرف أعلايف وبنصرف أماكن وبنصرف عمالة فبالتالي لازم هي اضغط نفسيها وتكون برضو مذبحة ليك بحيث أن أنت برضو الوقت اللي أنت بتضيعه في الهواية دي لازم يكون مجزي معاك برضو حضرتك النقطة عليه يعني بنحبك حضرتك إحدى المستوهدين هل الموضوع ده مجزي كاستراض وبيع بالنسبة لحضرتك ولا الموضوع يعني لسه ما ما تطورش للساس مار إحنا بفضل الله هو الحمد لله على كل شيء هو طبعا في الأول طبعا أنت كأي مشروع أنت لازم في الأول بتبتري تضيف تحط فلوس معينة وبعد كده بتستنى العائد بتاعها هو لسه لسه العائد إلى حد ما شوية ضعيف إنما الحمد لله بدأ بيبقى فيه إقبال وبدأ بيبقى فيه تنشيط من الوزارة وبدأ الناس تتجه لموضوع فراخ الزينة وبدأت الناس تعرف أن الفراخ مش للأكل بس الفراخ زينة وفراخ جميلة وأشكالها متعددة وأنواحها متعددة أنا أتقالي النقطة الكبيرة جدا اللي حضرتك هتقدر أن أنت فعلا أن أنت تبتدي تحوله استثمار هي نقطة زي ما حالك قلت التصدير التصدير هي نقطة اللي هي هتجيب للبلد عملة صعبة وفي نفس الوقت هتجيب لك الاستثمار بتاعك الصح تمام هو بالنسبة للتصدير إحنا بنعتمد أهم حاجة على السلالة المنطقة من أوروبا وبعد كده بنحاول أن إحنا بنبتدي نزلها على جروبات إحنا جروبات طبعا متعددة في جميع دول الخليج وبتبتدي الناس تشوف الشغل بتاعك بتبتدي تطلبه إحنا بنحاول بنحاول على قد ما بنقدر أن إحنا نعيد تصدير الشغل ده من الإنتاج وبنحافظ على السلالات اللي إحنا استوردناها بحيث أن إحنا نزود التكاثر بتاعها أما بالنسبة هي بفضل الله ممكن بتضر على البلد عملة صعبة وبتضر عمالة وإعلاقات وبيبقى فيه ناس وبنتعظف على ناس كويسة جدا في المجال ده بفضل الله اشتركوا في القناة